ورقة عمل عشرة السؤال الأول شغل برنامج العروض التقديمية ابدأ نضغط على Microsoft Office PowerPoint إذا ظهر في قائمة ابدأ أو نضغط على كافة البرامج ثم نختار مجلد Microsoft Office نختار Microsoft Office PowerPoint السؤال الثاني استدعي العرض التقديمي حضارة مصر نضغط على زر Office ثم نضغط أمر فتح من قائمة Office ثم نختار ونتبع صندوق الفتح من سادس الفصل الدراس الثاني من الورك بيبرز ونختار حضارة مصر ثم نضغط على زر فتح نلاحظ ظهور ملف حضارة مصر القديمة بهذا الشكل السؤال الثالث انتقل إلى تبويب مخطط تفصيلي ثم اختار العنوان حضارة مصر القديمة آدي أداة مخطط تفصيلي نضغط بالزر الأيسر نلاحظ ظهور الشرائح في جزء مخطط تفصيلي علامة تبويب مخطط تفصيلي جميع الشرائح موجودة وجميع النصوص اضغط على مفتاح كنترول زاد انتر في السؤال الرابع للانتقال للعنوان الفرعي ثم اكتب النص اعداد المتعلم واسمنا نذهب إلى النهاية كما بالشكل ونضغط على مفتاح كنترول وانتر نلاحظ ظهور المؤشر أسفل العنوان الرئيسي حضارة مصر القديمة ثم نكتب اعداد الطالبة نقطتين حنين أيمن نلاحظ التطابق الذي ظهر ما بين جزء مخطط تفصيلي وبين شريحة العرض نلاحظ ظهور النص الذي تم كتابته السؤال الخامس اجعل العنوان بخط من نوع تهامة بارز قياسه 38 ولونه أزرق ومحازاته للوسط نذهب إلى حضارة مصر القديمة ثم نحددها ونختار نوع الخط تهامة نذهب إلى حرف ت ونبحث عن نوع الخط تهامة ولكن لازم لابد من تحديد أولا تحديد النص في مخطط تفصيلي أو في جزء الشرائح نختار بارز من علامة تبويب الصفحة الرئيسية مجموعة خط نختار أداة غامق نلاحظ التغير الذي يتم على النص ثم قياسه 38 نذهب إلى أداة نوع الخط حجم الخط ونضغط على 38 نلاحظ عدم موجودها نكتب 38 ونضغط انتر لونه أزرق نختار أداة لون من مجموعة خط ونختار اللون الأزرق المناسب محاذاته للوسط نذهب إلى مجموعة فقرة من علامة تبويب الصفحة الرئيسية ونختار للوسط السؤال السادس اجعل تنصيق نص العنوان الفرعي اللي هو اسمك بنمط مائل ومحاذاته إلى الجهة اليمنى نضغط على اسم حنين أيمن اسمي ثم أخلي محاذاته هو ده العنوان الفرعي عندي محاذاته إلى الجهة اليمنى نذهب إلى مجموعة فقرة ونختار محاذاته للجهة اليمين ثم أيضا مطلوب نمط مائل من مجموعة خط نذهب إلى أداة مائل نلاحظ التغيير الذي تم على النص في جزء الشريحة أو في جزء مخطط تفصيل السؤال السابع انتقل إلى الشريحة الأخيرة وانسخ نصها إلى الشريحة رقم 4 الشريحة رقم 5 نحدد عندي النص ثم نضغط على أداة النسخ من مجموعة الحافظة في علامة تبويب الصفحة الرئيسية ثم نذهب إلى الشريحة رقم 4 ونختار أداة لص نلاحظ ظهور النص في الشريحة رقم 4 والشريحة رقم 5 احفظ التعديلات بنفس الإسم وبنفس المكان نضغط على أداة حفظ أو من زر أوفيست نختار أمر حفظ اغلق ملف العرض التقديمي ثم نقوم بإنهاء البرنامج نضغط على زر أوفيست ثم نختار إغلاق نلاحظ إخفاء العرض إنهاء البرنامج نضغط على زر أوفيست مرة أخرى ونضغط على إنهاء باور بوينت نلاحظ